منذ بداية الحدث الكارثي كثير من الناس أكيد خسرت بيوتها بعض البيوت بقيت على حالة لكن اتعرضت لبعض التشققات والتصدعات إلى أثار على سلامة البناء دائماً المحافظة كانت بتواجدة بجميع المحافظات إن كان حلب أو لاذقية أو حمالي من خلال عبر لجان للكشف على هاي المباني لسلامة الناس يعني يمكن أدمى فينا ما فينا نعوض الناس عن خسارة لكن نحاول فعلياً نحافظ على سلامتهم لأنه منعرف فيه كانت هزات ارتدادية ممكن تأثر على هاي المباني إذا فيها تصدعات وشغوق نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا رئيس لجنة الترابط الإنشائي المهندس غسان معمولي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم الله تكون عافية الرحمة للشهداء المعافاة للجرحة والعودة الآمنة إلى أهلنا إلى دورهن سالمين غانمين إن شاء الله إن شاء الله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك استاذ خلينا نتعرف بالبداية عن مهمة لجنة الترابط الإنشائي هي لجنة الترابط الإنشائي في محافظة دمشق هي الوحدة ضمن أجهزة محافظة دمشق مهمتها متابعة ومراقبة التشقوات والعيوب الإنشائية في الأبنية والمنشآت سواء الحكومية أو الخدمية أو السكنية والتحقق من سلامتها واتخاذ كافة الإجراءات لازمة درءاً لأي خطر لاحق خلينا قبل ما نبلش حديثنا معك ننوه أنه عبر شاشة الأخبارية وخلال حديثنا معك سيظهر رقم هاتف على الشاشة 0987230847 للتواصل مع المحافظة لأي حدا ممكن يكون بناءه تعرض لبعض التشققات والتصدع لسلامة الناس أي حدا بيته متعرض لبعض التشققات والتصدع يجب التواصل مع المحافظة للعودة إلى بيته كثير من التصمي كان رجعت على بيته دون فحص المبنى وهذا بأسر نحن نعرف فيها الزات ارتدادية للزلزال خلينا نحكي بالبداية عن القواعد السلام الإنشائية المتبعة في سوريا نحن نعرف أنه فيه قواعد أساسية ونعرف في كتير مباني هي للأسف لا تخضع لهذه القواعد ونعرف فيه كود أساسي هو متبع بالعمار نحن خلال سنوات الحرب والأزمة في كتير كان من المخالفات وكنا فعندنا وضع خلينا نحكي عن هاي القواعد الأساسية أساسا فيه متعهدين يعني ما عندهم لا ضمير ولا إنسانية أكيد كمان مخالفين هاي القواعد فكانت الخسارة كبيرة بسبب هاي التفاصيل سفتنا الكريمة القواعد الأساسية دائما أي مبنى يتم تنفيزه ينعد له دراسة إنشائية بسمموها الخططات الإنشائية تصادق عليها نقابة المهندسين طبعا نقابة المهندسين في جمهورية العربية السورية حطت أسس ومحددات تعتمد سمته الكود العربي السوري بعد العام 2000 هذه تعتمد على الكودات العالمية صحيح لكل دوبالك في الكود على الكودات العالمية حط أسس ومحددات وشروط تأمن السلام بعد ما أصار أحداث سلاسل في الدول المجاورة طبعا هي أمنت حققت شروط سلام أكتر وأكتر أمان يعني حطت ضمنها زادت نسبة حديد التسليح طبعا المنشأة هي مكونة من البيتون المسلح هي البيتون والحديد زادت نسبة حديد حوالي 15% ككل ألزمت المهندسين الدارسين بإحداث جدران قص هي عبارة عن جدران طولية شمال جنوب أو شرق غرب تحقق السلامة للإنشائية تقاوم حركة الزلازل سواء زهابا وإيابا أو شمالا جنوبا في نقابة المهندسين بشكل عام حتى بكل المحافظات مهندس الدارس يقدم دراسة تصادق عليها نقابة المهندسين وبعدما تصادقها فيه مهندس مدقق بعدما يخلص مهندس مدقق فيه مهندس مشرف على المشروع هالمشرف على المشروع فيه مهندس كما مدقق على عمله وفيه عندنا نحن كما بدمشق مهندس مقيم هذا مقيم بالورشة طبعا هذول يتحملوا مسؤولية ويتابعوا تنفيذ أعمال الورشة بالمشروع استاذ هلأ الأحالي كتير عندهم كتير أحالي تركوا بيوتهم بسبب أنه هلأ فيه خطورة بعض التشققات بعض الكدمات الموجودة بالبيت فما عم يشعروا بالأمان أنهم يرجعوا فيه كتير فوضى يعني ما عم يعرفوا يتصرفوا هلأ ذكرنا الرقم الكل يتصل على هذا الرقم وإذا عنده أي حدا شكوى فهون بضمن هاي الفوضى فيه عشوائية رح تصير أكيد فيه آلية متبعة خطة للعمل شو هي الآلية اللي عم تشتغلوا عليها بعد حادثة الزلزال تباعت نقابة المهندسين ومحافظ دمشق وتعاون مع النقابة طبعا ومجامعة دمشق تشكلت أكثر من فريق عمل وحوالي 20-30 مجموعة لتغطي كامل مساحة على مستوى محافظة دمشق ونحط رقم واتصاب ويصير اتصال وتحول المجموعة القريبة للموقع الجغرافي أو الموقع أي مواطن بيبعثنا رسالة ببعث الصور الموقع تتحول لحد الزملاء بيطلع بعين الموقع حقيقة أنه بصراحة من خلال عملنا والنيداني والليصار يوميا نحن نشوف بكل أنحاء محافظ دمشق أبداً ما في أي عيوب ما في تشققات لكن صار المواطن السوري يحبوا للحياة ويحبوا للحرص على دار وعلى منزله وصار عنده الرؤية أنه لازم تطمر على داري أغلب التشققات صراحة اللي شفناها هي عبارة عن التشققات بالجدران البلوك بالتقطيعات البلوك غير خطيرة وموجودة قبل الزلزال هذا دليل أنه الأبنية صحيحة لنا حسينا بالزلزال وعشنا في الحال اللي بعدها والبناء صحيحة لكن ضل في عنده مرونة طاوع استمر وما صارت أي عيوب أو تشققات أو مشي ما الذي يريد بعد أمت مثلا إذا حكوا الأهالي اتصلوا بعد أمت يتحرك الفرق لحتى يطلع ونكشفها البيت طريبا طريبا يعني ليس المدة طويلة لا 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 أبدا ويأخذ النتيجة يعني عفوا نحن موضوع زيارة أو توصيات كشف سطحي يعني في مجموعة تجراءات يعني نحن 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 كمهندسين نعتمد كرؤية تبعنا يحرق البناء هو عبارة عن جملة إنشائية منسميها جملة إنشائية الأساسات الأعمدة الجوائز البلاطات نحن نكشفها جملة إنشائية لا يهمها التقطيعات البلوك الواجهات الشيء التجميلي دعنا نقف هذه الجزئية وهي ما أطلع نطمن الناس كثير من الناس مثلا استضفنا عدة مهندسيين عدة مبادرات يحاولون يضموا جهودهم مع المحافظة لأنه نعرف كما يوجد ضغط في المحافظات هذه اللي جان تقدر تلحق خلينا نحكي معك بعض الأجهزة عم يتم كشف المباني بهذه الأجهزة وش هي المؤشرات اللي بتقول إنه هيدا المبنى في مشكلة يعني أصحاب ما بيقدروا فعليا يبقوا فوي لأنه غير آمن لأنه شفنا بعض التصدعات هي الشقوق عم نحكي نحن عن العواميد الأساسية إذا كانت بتجدران ولا لا شفنا الأبنية اللي هي أكتر من أربع طوابئ تحس التأثير أكبر لأنه هي فعليا تحمل ولا تحمل هناك تساؤلات كثيرة عند الناس خلينا نبدأ بالأجهزة لما نحكي عنها كيف يتم الفحص وعن السلامة كيف هؤلاء الأساس ممكن يؤثر على البناء الحقيقة الأبنية الحكة البرجية هي معدة لمقاومة الرياح ومقاومة الزلازل أول شيء ثاني لما نطلق نعمل معينة كاملة لكامل البناء هي جملة إنشائية ما منعين التقطيعات البلوك أو الواجهات أو الشيء التجميلي السقف المستعار هي جملة إنشائية التي هي مكونة للبناء هي التي تقاوم الزلازل وتحمل البناء أحيانا يكون سوق التنفيذ بقسم معين أو بجزئية ما أحيانا يكون سوق استثمار العقار أحيانا يكون تسرب مياه بجنب البناء نتيجة عدم صيانة البناء يصير انكماش في التربية يصير هبوط بنوع أحد للأساسات يعمل هبوط تفاضلي يغضل نظر عن حدث الزلازل عندما يصير هبوط تفاضلي يشد البناء من جهة معينة يظهر الشقوقات على العناصر الإنشائية التي هي جسور الجوائس أو الأعميدة ونركز على المطمئة لك جملة الإنشائية ونركز على اقتصاد بين البلاطة والجوائز بين الجوائز والعمود أن هذه الوساقة صحيحة نعتمد على الكشف الحسي على المشاهدة نرى الشقوق موقعها هل في الجدران أو في الجوائز نفس الوقت ناقض معنا تجهيزات المطرقة البيتونية استعمالها المنزي تعتمد على الارتداد النابضي نرى مقاومة أو نتحقق من جاهزية أو سلامة المادة البيتونية للعنصر الإنشائي وهو الجائز فضري هل هي من هنا وخلال المؤشر تمام تمام هذه عبارة عن نابض يعتمد على الطرق يعتمد على ارتداد العنصر الإنشائي وهي البيتون معلوم أن البيتون يتحمل بالبناء على الضغط نرى مقاومته أو قدرة تحمل البيتون للضغط ومقاومته يعطيه يعطيك الرقم له جداول لقرة 100 تكافئ رقم معين يعطيه تحمل البناء طبعا نحن ناخد لا يقل 10-12 طرقة لناخد الحالة الوسطية لأنه يتعطيك معلومة مو دقيقة نستبعد للرقم الزايد أو الناقس وناخد الرقم يتعطيك إشعار طبعا لا نستعمال لأنه يكون مؤشرات في السقف تشقق واضح وظهور حديد التسليح وظهور عيوب تمام هذا جهاز متري من إيسل أو متر الليزري من إيسل التباعد بين الأعبة من تحقق منها من سلامتها من إذا كانت تشقوقات من حط عليها وداعات جلسية من راقبة طبعا بعض المشاكل يصبح تحنيب في البلاطة أحيانا يصبح ميلان في البناء نظر له زيارتنا لا تكون زيارة مرة واحدة البناء التي حالها نعمل له جدول توصيف ووصل موقعها نضع إشارات على بداية ونهايتها نضع وداعات جلسية من راقبة جلسية هي أبارع مشاعرات لا تريد أن تكون مع كل هذه الأشياء لا تستطيع فعليا نحن من آذر لجان للاقو أخرى لأن المؤشر الوحيد والمواطن يكتشفون هو التشقق أحيانا يكون تشققات مستقرة تشقق سوء التصنيع انكماش لا يتأثر لا يتضر هذا من خلال نعملنا كجهاز محافظة دمشق غير أن نعطي توصيات نعطي إجراءات تنفيذية بشراف سيد محافظة دمشق في حال زرعينا أي خلال إنشائي أي شيء نوجه المواطن يستوجب ماذا هو المؤشر خلال خبرتنا التراكمية نرى أن هناك عنصر إنشائي يستوجب أن يشكل خطر على السكان الحمد لله هذا شيء نادر المواطن يتعاون لأن الناس تسمعون مثل ما ظهور حديد التسليح المكون للبلاط أو العمود أو للجوائز نتيجة عطل بالصرف الصحي نتيجة سوء التنفيذ بالبناء أو قدم البناء اهتلاكه معلومة أن مواطن الآن انتبه لموضوع سلامة أنه لازم شكل عامل تنبّه لكنه قافة أنه صيانة المبنى أو صيانة البناء التي عايش فيه أو المستثمره متابعته إذا كان يجب منعالجه من البداية يعني إذا ظل مكشوف الحديد المكون إليه بيصدي إذا صدر مستقبلا بيتفتت و بالتالي نحتى توصيات منعالج والتوصيات هي عبارة عن جراء أول بساعد يعني ما نوصل لنتائج كاريسية شفنا كتير من الجدران صار فيها تشقق هون وقت انتو تتلع وكشف بتم التركيز على تشقق الجدران هي بتعتبر أكتر خطورة من تضرر الأعمدة والجسور والأثنين يوازوا بعض نفس الخطورة 100% الجملة الإنشائية هي التي تشغل وموضوع الجدراني عبارة عن تقطيعات الغاية منها أن الفصل أحيانا يكون طابق أرضي هالجدران يكون انفصال نتيجة مادة الجدار يختلف عن بيتون المسلح يصبح انكماش تفصل هذا الفصل يكشف الخبير لا خطير أبدا لا خطير يكون حركة تيب الكهرباء يكون تصليحة سابقة عمر القينة أحدث من عمر الموجود نتيجة الزلزالة التي تحدث اهتز البناء نحن اهتز نحن هالأيوب تظهر لكن ليس معيبة انا انصح نتيجة العالم انها تطمين للمواطن ومنطمن ونتحمل مسؤولية كلامنا انصح المواطن لأيوب لأكذا بعد ما نعطي ارشادات نقل له للمواطن نسكر هالشق وتشققات منه اولا يتطمين ونجد بياتهم يعني يعني اعرف ملجأ البيان لحتى انطمين هذا الشق يقول انه انسكره يجب مساحته المفتوحة لحتى هو يسكره من حاله لا يجيب لجنة ويكون خطير هذا الشق لي ضرورة جدار البلوك دائما تكون تنسيمات تنسيمات بسيطة احيانا تريح بالتربة التريح كما تقول لما تتعمر البناية تكون مساحة التربة حوالي لو فرضنا 100 طون امناها المساحة وعمرنا البناية كسينها شكل وزن بديل الاساس لاي معاعد 1500 طون لو فرضنا هذا شكل حمل على التربة مع الوقت لما تنسكن البناية تريح مليات لكن لا يوجد خطورة خلينا سألتك مهمة هناك تساؤلات اليوم عند كل الناس ونحن موجودين فعليا مع مختصين عبر الشاشة لنطمن الناس ونعرف في هذه ارتدادية نعرف مخالفات كثير بالبلد واساسا الكود لا نمعتمد بكل المناطق وخلال فترة الأزمة انتشرت هذه المخالفات بشكل كبير يعني نعرف منطقة 86 فيها مخالفات نعرف المهاجرين وتوابع على فوق فيها نسبة عالية الناس اللي قاعدة بهاي البيوت هلأ حاطة ايدة على قلب وخايف نحن بنتواصل معهم بشكل دائم انه هن هن اساسات البناء نعرف المخالفات معنا معايير قياسية انشائية صحيحة ممكن يتأثر يعني خلينا نطمن الناس لانه بنسمع بشكل اليوم لا تتخيل قد مكرر ممكن يتأثر بالهزات الارتدادية يعني نعرف شق او شرخ بطريق المهاجرين هذا ممكن يأثر على البناء او البنية تحتية بتلعب دور حقيقة بإشراف سيد محافظة تطلع لجنة يعني فيه ببالة مخطط تطلع لجنة لسلامة الناس طبعا حقيقة فريق محافظ دمان مديريات الدراسات والصيانة وأكبر من المديرية بإشراف سيد محافظ ومتابعة حثيثة يعني احنا دورنا قبل الأزمة لفت نظر حضرتك نحنا اي حالة اي شيء انشائي شافوا حدم الجيران من السكان موضوع السلامة هي خط أحمر يعني بقية بكافة الأوقات يعني صارت حريق صارت انفجار النيت غاز صارت حادثة ليلة أو نهارا سيد المحافظ بتوجيه متابعة حديثة للحالة نطفع عليها من عين الموقع منحط حلول ناخد اجراءات فورا احترازية شو هلأ اجراءات اللي حتاقدو لها دون المناطق للمخالفات الاجراءات عم ناخدها يوميا ومتابعة بشكل دوري أي إبلاغ من المواطن بعيدا عن الإبلاغ نعرف مخالفات كبيرة ومخالفات الموجودة القديمة دائما شوفي ستنا البناء أو الجملة الإنشائية لا تنهار بشكل عام مباشرة تحطي مؤشيرات لماذا؟ لأن تعتبر لأن فرضنا الطاولة على خمس رجلين هذه يسمونها جملة معقدة وليس جملة بسيطة إذا خرجت عنصر عن الخدمة الباقي يحمل لكن نفس الوقت يصبح إجراء عليها تظهر نحن نغر نحن ناخد حسن حصول أي شيء طارع والحمد لله هناك متابعة بقية لأن لا يوجد لجنة ممكن تخرج إشراف لأن نحن نحكي للسلامة بالمستقبل لأن هناك مخالفات غير مؤهلة موجودة قبل الإزمة من زمان و تقوم بعملها لكن الآن تغطي عليها نتيجة و نتيجة الضغط الذي صار صار توسيع لعملها و صار تغطي الطلبات وكل يصبح نعمل داتا وهوية لكل عقار وإذا عقار في خطر نعمل جدول نتابع اليوم عملنا زيارة هل تشقق هذا طوله هايك سماكة التشقق هايك 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 سطحي مو كامل لجهة تانية هايك تشقق العطل من عين العيب هايك العطل هو صرف صحي لازم نعالج العطل قبل نعالج الخطر أو نعالج اثنين على التوازي طبعا الحمدل على سلامتك ونتمنى السلامة للجميع ولكل الاهالية اللي يتضرروا ونتمنى لهم السلامة والتعويد وانتبهوا على حالكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي النصائح وشكرا كتير لإلك المهندس رئيس لجنة الترابط الإنشائي المهندس غسان معمولي شكرا شكرا لكم أكيد نتشكرك على وجودك معنا نتشكر المحافظة في جهود جبارة واجب إن شاء الله أن تحسن ذنكم لكل المناطق المخالفات نحن مسؤولية على جميع لازم تكون لجنة مشرفة لتعمل إشراف ومعينة لكل المناطق والأمنة المخالفات المعام عندها وإشراف سيادة المحافظة يعني عمل حسيس صدقا شكرا إلك شكرا شكرا